نعم الجديد هنا وسط قطاع غزة قبل قليل تواقم الإسعاف وتواقم الدفاع المدني نجحت بها الوصول لاثنين من الشهداء بعد مرور وقت من الزمن بعد قيام الاحتلالة الإسرائيلي بالصداف أحد المنازل تحديدا في منطقة البركة وسط مدينة دير البلح وصل قبل قليل اثنين من الشهداء لتلاجة الشهداء هنا في المستشفى شهداء الأقصى ليرتفع حصيلة الشهداء الذين وصلوا مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات صباح هذا اليوم لثلاثة شهداء بعد قيام الاحتلالة الإسرائيلي في ساعات مبكرة من صبيحة هذا اليوم بإطلاق النار باتجاه عدد من مراكب الصيادين وأيضا عدد من المواطنين غرب مدينة دير البلح أدى ذلك لاستشهاد شاب عشريني أصيب بطلقة نارية بالرقبة وثانية في الرأس وصل وهو صياد بطبيعة الحال كان يقوم بمهنة استياد الأسماك قرب شاطئ بحر مدينة دير البلح إضافة لوصول عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى في ضد السمرار عمليات اطلاق النار أيضا من قبل الزوارق الحربية التي قامت باطلاق النار باتجاه عدد من الفتية والأطفال كانوا يقوموا بالتخاط بعض شبكات الانترنت الهوائية قرب شاطئ بحر مخيم المصيرات حتى يقوموا بها لطمئنان على أهليهم وذويهم في مدينة غزة وشمالها قوات الاحتلال ومن خلال الطائرات المسيرة بدون طيار المدججة بالرصاص استهدفت هؤلاء الأطفال والفتية والشبان ووصل أربعة من المصابين هنا لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة بأكثر من قديفة مناطق مأهولة سكانية كذلك أراضي زراعية ومنازل للمواطنين فيما وصل ثلاثة أو إصابتين لمستشفى شهداء الأقصى أحدهم أصيب بشضايا بالقدم وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لترتفع الحصيلة منذ ساعات صباح هذا اليوم لثلاثة شهداء وسبعة من المصابين وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في عدة غارات إسرائيلية وقصف مدفع متواصل إضافة للاستهداف من قبل الزوارق الحربية الليلة الماضية كانت ليست هادئة على وسط القطاع منطقة النصيرات ومنطقة دير البلح تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت أربعة منازل إضافة لأرض زراعية في منطقة النصيرات ومنطقة المفتي والمخيم الجديد فيما قصفت أيضا الطائرات الحربية أرضا زراعية في قرية المغراقة والتي تحد المنطقة الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ولم تسفر هذه الغارات عن وقوع إصابات خاصة أن هذه المنازل هي مخلاة بشكل كامل بعد قيام الاحتلال بالصدافة مسبقا بالمدفعية وإجبار ساكنية على النزوح من منطقة وادي غزة باتجاه المنطقة الجنوبية منذ ساعات الصباح نلاحظ حركة نشطة للمواطنين النازحين الذين يأتوا من مدينة خانونس ورفح لوسط القطاع هنا في مدينة دير البلح تزامنا مع عملية التوغل البر والحصار المفروض على منطقة خانونس والاستدفات المتتالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة عدد كبير جدا منهم من سكان وسط القطاع ومنهم أيضا نازحين جاءوا من مدينة خانونس ورفح جاءوا هنا لإفتراش الخيام ونصب الخيام في منطقة تعرف منطقة البصة منطقة كذلك غرب دير البلح المعسكر وأيضا في منطقة زراعية حد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا داخل أسوار مستشفى شهداء الأخصى عدد لا بأس بي من المواطنين جاءوا بالحقيقة هنا لوسط المدينة في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل كان هناك أيضا عملية استداف واضح لعدد من المواطنين أثناء عملية النزوح من منطقة الجنوب باتجاه منطقة الوسط من خلال الزوارق الحربية لكن حسب ما وفدنا من شهود عيان لم تسفر عملية الاستداف عن وقوع إصابات في صبح هؤلاء النازحين وتبقى معاناة هؤلاء الناس مستمرة وتزداد سوءا كل يوم بل كل ساعة تزداد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار الذي تفرضه إسرائيل على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة خاصة في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم وعدم إدخال المساعدات والمواد الغذائية والوقود اللازم هنا لتشغيل سيارة الإسعاف التي تعمل على انتشال وكذلك نقل المصابين والمرضى من أماكن الاستدافات وكذلك من منازل المواطنين لمستشفى شهداء لخصى هنا وسط القطاع شكرا